أهلا بحضراتكم من جديد وبداية كلامي هتكون على النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي النهاردة كان فيه مباراة ودية بيواجه فيها فريق سموحة مرسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي كان ليه وجهة نظر معينة يعني مش عايز المباراة تزاع مش عايز أي تفاصيل فنية على هذا اللقاء التشكيل اللي بدأ بالفريق يعني الراجل فقر ازاي في اللقاء لان طبعا كلنا عارفين ان فيه مباراة مهمة جدا مع شباب الوزداد الجزائري في الجزائر يوم الجمعة 16 فبراير والمباراة حددت تفاصيل كتير فيها هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء ويمكن تفاصيل بتعلن لأول مرة كما هي العادة الحمد لله من خلال برنامج الترين مرسل كولر فضل ان المباراة تكون في سرية تم لن تزاع لن يتم اعلان أي تفاصيل فنية في هذا اللقاء البعض ممكن يقولي تم وفيه غيابات كتيرة لعدد من لعبي الأهلي الدوليين وبالتالي يعني غيابة التشكيلة الأساسية أعتقد يعني مش هتبقى لها تفاصيل أو مش هتكشف عن فكرة ان كولر بيفكر زي فماتش بلوزداد للنهاردة في مجموعة كبيرة جدا من لعبي قطاع ناشئين موجودين هي في الأول والآخر احنا ممكن نتكلم ونقوله جات نازل لكن فيه رؤية فنية للمدير الفني اللي شايف المصلحة الآلي هو بيعمله كلنا بالتأكيد سابورت ودعم ليه في الفترة الحالية ما تنسوش كمان ان فيه لعيبة تم قضها في القيمة الافريقية الفترة التانية ما بين ستة إلى سبع لعبين أنتوني مودست النهاردة كمان موجود في هذا اللقاء وبالتالي أكيد المدير الفني ليه رؤية معينة وفيه اختيارات معينة ولكن النهاردة اللي عجبني في فكرة المباراة الودية ان كولر عايش اللعيبة أجواء المباراة الفريق تجمع في ملعب مختار التيتش اتجه كده بعد تناول وجبة الغداء حوالي الساعة 12 الظهر إلى ملعب السلام اقامة مباراة الودية بتاقم تحكيم يعني من الحكام اللي بتدير مباراة الدوري العام وبالتالي أعيشهم في أجواء المباراة في ظل أن الفترة اللي فاتت كانت فيه أجازات وما كانش فيه مباراة رسمية علي ما أقول الحمد لله انتظم في التدريبات الجمعية بعد ما تعرض لنزلة برد وكان متواجد النهاردة مع الفريق المباراة دون الخطفة أي تفاصيل انتهت بفوز الأهلي على سموحة 2-1 الأهلي فاز وديا على سموحة 2-1 واللي أحرز الهدفين أنتوني مودست أنتوني مودست متألق جدا في الفترة الحالية في كل المباراة الودية اللي أخذها فريق النادي الآلي في الفترة الحالية مباراتين في الإمارات يعني أحرز هدف وكان بيساهم بأكتر من هدف النهاردة في مباراة سموحة أحرز هدفين فنتمنى بإذن الله إن شاء الله نشوف ده بقى بشكل عملي في المباراة الرسمية لأن مباراة شباب بلوزداد مباراة صعبة جدا عنق زجاجة للنادي الأهلي مباراة صعبة وعنق زجاجة ولو بسط على ترتيب المجموعة واستعرضت ده قبل كده في حلقة يوم السبت بتتكلم فرقتين خمس نقاط فرقتين أربع نقاط يعني لسه بدري لسه بدري والأهلي عنده مباراةين خارج القاهرة وما ينفعش يرجع من الجزائر أو من كماسي بأي نتيجة سلبية هتشأل بحسابات المجموعة فنتمنى بإذن الله إن الأهلي يكون في أتم الجاهزية على مباراة شباب بلوزداد الدوليين خلال ساعات يعني أعتقد بكرة أو بعضه بكتير هينتظموا فيه التدريبات الجمعية أليو دينك وقت أجازة لغاية نهاية الإسبوع بعد خروج منتخب بمالي في المباراة اللي أقيمت في بداية هذا الإسبوع أمام الكودفوار وفوز الكودفوار 2-1 وتأهلها إلى المربع الزهبي لسه بيرستاو ميكمل مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا نتمنى له التوفيق يا رب إن شاء الله ويكون موفق في مباراة نيجيريا ماتش جنوب أفريقيا ونيجيريا ده ماتش صعب جدا لا يقل قوة وإثارة عن مباراة الكودفوار ومالي طيب ماتش الآله وشباب بلوزداد تحدد رسميا إن المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة التاريخ إحنا قلنا قبل كده وانفرضنا بتوريخ مباراة الأهل الثلاثة اللي جاية هنلعب مع أبوزداد يوم 16 فبراير الساعة 9 بتوقيت القاهرة هنلعب في كوماسي يوم 23 فبراير مع ميدياما الغاني الجولة الأخيرة هنا في القاهرة مع ينجي أفريكانز التنزاني يوم السبت 2 مارس دي موعد مباراة الأهل الثلاثة وأبوزداد والأهلي يوم الجمعة 16 فبراير الساعة 9 بتوقيت القاهرة على ملعب 5 شولية في العاصمة الجزائر طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم رواندي تم اختيار طاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم سامويل أويكندا اللي هيدير هذا اللقاء فيه شباب أبوزداد والأهلي والطاقم بالكامل من رواندا وعلى فكرة طاقم بالكامل متواجد في القدفور وقدار مباراة في كأس الأم ومحلوك دلوقتي المباراة اللي عدرها سامويل أويكندا في كأس الأمم الإفريقية المساعد الأول جودياني مونيامانا والمساعد الثاني إيريكا مويجابا والحكم الرابع روريسا فيديلي دول حكام مباراة مباراة شباب بلوزداد والأهلي في الجزائر يوم 16-2 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة طيب سامويل أويكندا الحكم الرواندي عدر إيف كأس الأمم الراجل عدار مباراتين عدار مبارات نبيبيا ومالي وآدار مبارات غينيا الاستوائية وغينيا بيساو يعني حكم من حكام النخبة متواجد في كأس الأمم تم إسناد لي مباراتين في الأدوار الأولى دور المجموعات وكان كمان حكم رابع في مباراتي موزنبيك وغانا والجزائر وأنجولا يعني الراجل ليه رصيد جاي جدا في مبارات كأس الأمم تم الاعتماد عليه خاد مباراتين منتكلم على نبيبيا ومالي وغينيا الاستوائية غينيا بيساو طبعا مش مبارات يعني درجة صعوبتها مش كبيرة نقدر نقول متوسط أو أقل من المتوسط ولكن حكم من حكام كأس الأمم اللي متواجد حاليا في الكوديفور وفي نفس الوقت كمان كان حكم رابع في الجزائر وأنجولا ودي مباراة على فكرة كان مباراة قوي جدا لما يتم إسناد مباراة زيدي لحكم حتى لو حكم رابع أكيد يعني حكم عنده شخصية حكم يقدر يسيطر على خط التماس مع كلا دكة البودلاء للمنتخبين فنتمنى يكون الحكم الرواندي يعني موفق في إدارة مباراة بولوزداد والأهل للمباراة اللي هتبقى صعبة جدا بولوزداد لا بديل ليه إلا الفوز على الأهل عشان يكمل المنافسة على المجموعة أو على صدارة المجموعة والأهل ما ينفعش يرجع من الجزائر بأي نتيجة سلبية فهنا المباراة صعبة فهذا الأساس يعني لجمة حكام الكاف اختارت هذا الحكم من رواندا لإدارة مباراة الأهل وشباب بولوزداد المباراة يوم الجمعة 16 فبراير الساعة 9 مساء نتمنى التوفيق رب للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاي واعتقد الاسبوع اللي جاي بقى هيكون التدريبات والمراحل الأخيرة قبل الصفر يوم 13 إلى الجزائر تحديدا قبل معاد المباراة بـ 72 ساعة عشان الآلي يستعد لهذا اللي قل يتلاعي في العاصمة الجزائر على ملعب خمسة جولي دي كانت أبرز التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنادي الآلي المباراة الودية الفوز على سموحة هدفي أنتوني مودست وخبر خاص وحاصر لحضراتكم حكام مباراة بلوزداد والأهلي في الجزائر